بما أني ما كنتش موجود لمشاركة الفرحة بفوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني خليني أقولك كلمتين كده أظن أنه قد يكون فيهم الشفا في كل الأحوال إلا هيجرى بكرة إن شاء الله إن شاء الله نفوز طيب ما حصلش ما بقاش ده المهم ليه يا فندم أقولك أولا خليني على يقين أن ده أقوى منتخب شفيته مصر طيب بناءا على إيه نقول أن ده أقوى منتخب شفيته مصر شوف حجم أو عدد اللعيبة المحترفين في أندية كبرى على مستوى العالم موجودين في هذا المنتخب أدي واحد اتنين شوف طريق التعامل المنتخب أو الزكاء بتاع تعامل اللعيبة مع بعضهم ومع لعيبة المنتخبات الأخرى على مدار البطولة تاني إحنا هنا بنتكلم على مستوى تاني من اللعب ببقاش بس المستوى بتاع كفاءة التدريب وكفاءة اللعب الروح اللي موجودة عند اللعيبة الزكاء الاجتماعي اللي موجودة عند اللعيبة يمكن ترجمتها صورة من ضمن صور كتير في وجهة نظري أكيد حصلت هي الصورة بتاعت محمد صلاح وحكيمي على سبيل مثال وإحنا اتكلمنا فيها دي لكن المسألة كمان متعلقة بإيه؟ بروح قتالية رفيعة المستوى أنا في رأيي هو دي طبيعة المصريين المصريين بيخشوا أنا واخد الحاجة لحد أخرها المصريين ما بيرجعوش في نص المشوار المصريين ما بيتعقدوش المصريين ما بيخفوش المصريين ما بيتهددوش المصريين ما بيحبطوش تقول لي جسامة تقول لي رخامة المصريين ما فيش حاجة عندهم بتفرق أنا هلعب يعني هلعب مهما كان التحكيم مش قد كده أو في وصف البعض قد يكون ظالما أو في بعض الأحوال قد يكون التحكيم تعدى مرحلة الظلم لدرجة أنه يستقصد المنتخب المصري البعض ذهب إلى هذا المذهب ده مش كلام أنا لكن أنا بقول لك هنا ايه؟ كل واحد شايف الحكاية ده إزاي من منظوره في النهاية كل ده كوم ويتحط على جنب وتشوف روح المنتخب المصري تنتعامل إزاي في المطش أنا كنت مبسوط جدا سعيد فرحان فخور بأنه ده المنتخب المصري زي ما أنا النهاردة الحقيقة كنت فخور جدا بصراحة بأداء الأهلي